السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. شكرا اللي جيتوا تفرجوا هاد الفيديو. قبل ما بدا هاد فيديو نسوه لكم تابنيو في تشانيل ديالي. تحتولي اعجاب في هاد فيديو وتبرتجيو هاد فيديو في الناس اخرين. ان شاء الله في المستقبل غنعدل بزاف فيديويات وبودكاست على المنتخب المغربي على كرة مغربية وكرة في صفة عامة. في هاد فيديو غن عضروا على كاسة فريقية ونشوفو اه احسن تشكيلة اللي تقدر تعمل بكل لعبة لي اه تاني مع الان ديالي غايتشاركو في اه كاسة فريقية. فكيما قلت اهنا اختار هاي اللعبة اللي اه راهم موجود مع فرق ديالهم في كاسة فريقية. اه وبغيت نقول كدلك بان ما كانش واحد احسن فرقة عادية واحد تفكيرها. عطيولي في كومنتر اه شكون اللي انا انك نسيت او شي واحد اخر اللي تفضلو يكون في هاد تشكيلة. فبدو بالحارس اه بديت با ادوار مندي ديال سينيغال. اه كان عندو اه اه مخير مع تشاصي اللي يغلب فيها وكذلك اه ديال اوروبا. وشد بزاف مرات اه ضدو. اه فهذاك شي اختارت اه نحطه كحارس. كان شوية منافسة في هديك بلاصة مع الرايس بورح ديال زازاير وياسين بورنو ديال المغرب. اه ولكن هادي كانت بنسبة لي انا هاد المرة السعلم حتى اللي هو ادخل مع تشاصيل مستوى ديال فرقة كاملة طلعت. فا وكذلك في الدوري الانجليزي هو كان احسن لها حارس. الدفاع اختارنا اربعة مدافعين. انبدأوا بالجنوب. واحد جه اصرف حاكيمي ديال مغرب. ورمي بن سبيني ديال زازاير. اصرف حاكيمي ما كانت تسحب باش تحطه في هديك بلاصة ما حتى بلا مشاكلة تقدر تقول بان هو واحد من افضل تلات اه ظاهر ايمن في العالم كامل. فبالنسبة لك شي كانت سهلة باش تحطه في هديك بلاصة. اه في جهة الاخرى حطينا رمي بن سبيني. اه من كل اه اللي كيلعبوا في هديك بلاصة واللي كاينين في افريقيا. مجالش واحد اه حسن منه. لعب ديال بوروسيا مونشنجلاتباخ في اللانمان. اللي كذلك اه اللعب دور كبير في نسخة ماضية ديال كاسة افريقيا. فهدك شي اختيار لاله. اه وسط الدفاع ديال سينيقال وروماين السايس ديال مغرب. اللي دي كولي بالي كانت سهل بس تختاروه محيت تباه من شي تمانية سبعة سنوات. واحد من احسن اه مدافعين في ايطاليا احسن مدافعين في الاوروبا. فكانت سهلة. السايس كان شوية اصحابة محيت كتفكر بينه او اه اه ديال منشستر يونايتد وديال كو ديفور. اللي كي اختارت السايس محيت بايلي كان بزاف مرة ما كلابش مع فرقة دياله وبزاف مرة كيتقصح. فلهديك اه شي اختارت السايس. انا كاعتقد بانك كان بايلي اه في وضع مزيان وما كانش عنده اه بزاف مشاكل مع اصابات اه كيكون حسن من السايس. ولكن اه لاجن اشوفه عاملي فات السايس كان عنده موسم هسن منه. اه مش الوسط الميدان اه بدهو ديال اه اة اخろيط فقه اسماعيل بناصر ديال زي زي بحيت كيلعب في وحده كيلعب فلول بالنصر ولكن دابا بزاف المرات كيلعب في بلاستو او سمحولي الاكترية كيلعب في بلاستو دابا فلاذا كشي اخترت كاسياي لعب قوي لعب لي كشجل كذلك ومحطة عقد ديالو غت تكمل مع في الصيف فغاينتقل من معتبر بانه غاينتقل الفركة كبيرة على هاد السيف اللاعب اخر اللي حطيت هو قاية ديال باري سان جمان رغم الدخول بزاف لعب جداد في الصيف اللي فاتت عند باري سان جمان شد بلاستو وهد الموسم كذلك يشجل بزاف جونس مهمين فلاذا كشي اختاريته ام لعب اخر اللي فكرت فيهم هو اسماعيل بن ناصر ديال زازاير واسي ميلان توماس بارتي ديال غانا وارسونو ام او وفرت نديدي ديال لاستر سيتي ونيجيريا ولكن اختاريت هاد الجوج ام حتى مفكر بانه هما كان عندهم احسن موسم على الاندية ديالهم نمشيول تلات لعبه قدامه هما محمد صالح ديال مصر رياض محرز ديال زازاير وصادي ومانا ديال سينيغال لما نقول اه علش هاد الدخله افضل ديالهم نحية ده مستوى ديالهم هما لعبه عالميين واحد بواحد اه اه صالح ده با نقدره مقوله احسن لعب في عالم مع روبرت ليواندوسكي ماسي ويمكن كذلك كاريم بنزيما محرز كان عنده موسم اه جيد مع مانشستر سيتي وكان عنده مسبه كبيرة بوصول ديالهم النهاية ديال بشامبيونس ليك صادي وماني واخر ما كانش عنده موسم مزيان بزاف مع ليفربو رغم ذلك كيجيب مستوى عالية ولاذك شي كيستهل تحطو في هاد فرقة اه فلاذك شي تم اختيار هاد ثلاث لعبة وفي هجوم حطيت اه اه سباسيان ديال ايكس وكو ديفور اه اه هادك بلاصة كانت فيها منافسة اه بحال ديال نيجيريا ولكن هادك ما كدرتش انحطو في هاد الفرقة محيط ونيمشيش كاسة فريقية وعندك كدلك يوسف ناسيري ولكن ناسيري راع عنده اصابة هاد اللحظة وهديك اللي خلته يمشي له بزاف مقابلات وسباسيان على في نفس الوقت عنده لحد الان موسم اروع مع ايكس امستردام اللي خاصة تقلق في فلي هادا تم اختياره في هاد بلاصة اه فا كي ما كنتشوفو فرقة هوا ايدوارد مندي اشرف حاكمي كاليدو كوليبالي رومان سايس رامي بن سبيني فرانك كاسياي ايدريسا قاناقاي محمد صلاح رياد محرز سادي وماني وسباسيان عالر اه نحب نشوف الكومنتر تشكيلة ديالكم انتوما او اللاعب اللي بنسبة لكم انتوما كتقولوا بينا وما نسيتهم او خصوم يكونوا في هاد الفرقة ورانا دابا تقريبا ساعة قبل ما تبدأ كاسافريقيا ففرجة ممتعة لجميع وتبعوا عاد اه تشانل دياليم حيط غنحط بزاف فيديوز على هاد كاسافريقيا وخاصة المنتخب المغربي فتبعوني ان شاء الله انجيبكم مزاف فيديوهات زوينين شكرا لتفرجوا هذا الفيديو وتل مرة اخرى ان شاء الله السلام عليكم